سلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم رح نسوي خبز البرغر أو صمون البرغر بطريقة سهلة وبسيطة وتنافس اللي نشتريها من المحلات أبدا ما تختلف عنها النتيجة مضمونة أتمنى تجربوها ومتأكدة رح تعجبكم قبل ما نبدي إذا كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة وحبيتوا الفيديو اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس حتى توصلكم إشعارات في كل مرة أنزل بيها فيديو جديد نقول بسم الله ونبدي رح نبدي ويا المقادير اللي أحتاجها لعمل هذه الوصفة طبعا كمية وعدد الوصفات اللي نحضر بيها الخبز الكهربائي أو الصمون الكهربائي لا تعد ولا تحصى وكلها بالمجمل ناجحة ونكهتها كلش طيبة حبيت أشاركوا إياكم هذه الوصفة لأن فعلا فعلا رائعة إن شاء الله جربوها وتعجبكم استخدمت أنا لقياس كل هاي المكونات نفس الكوب يعني الكوب اللي استخدمتها لقياس الطحين استخدمها لقياس بقية المكونات الالتزام بالمقادير شيء أساسي لنجاح هذه الوصفة كتبت لكم ياها أنا بالشاشة تقدرون تسوي لها سكرين شوت وتحفظوها وأيضا رح أكتب لكم ياها في صندوق الوصف وإن شاء الله تكون واضحة فخلونا نبدي مباشرة بطريقة العمل رح نجيب العجن رح أستخدم أنا العجانة وإذا تحبون أنتو تستخدمون إيدكم حسب رغبتكم رح أضيف الماء الدافي وإيا الخميرة الفورية وإيا السكر ورح أخلطها وأتركها لمدة دقيقة حتى تبدي الخميرة عندنا تشتغل بعد مرور دقيقة رح أضيف بقية المكونات اللي هي الحليب الدافي والبيضة والزيت أما الملح فأخلطها ويا الطحين وبعدين أضيفها فوق بقية المكونات حس أضفت الحليب الدافي والزيت والبيضة رح أخلطها مع بعض إلى أن تجانس بعدين أنضيف الطحين اللي خلطنا وياه الملح ونبدأ نعجنها رح أستخدم آني العجانة قلت لكم هذه العجينة تقدرون تعجنوها بإيدكم إذا تحبون أو تعجنوها باستخدام جهاز كهربائي رح أعجنها هسة مع بعض بصورة جيدة إلى أن تتماسك طبعا هذه المقادير تنطيني أربع سمونات كبار استخدمنا فقط ثلاث أكواب من الطحين صارت العجينة مالتنا جاهزة وبهي شكل هذا ولأن العجينة بيها سكر وبيها بيض ونسبة السوائل مالتها شوية عالية فرح يكون قوامها يلزق بهي شكل هذا اللي ده شوفوا لكن مو كل شي هوية من يوصل لهاي المرحلة معناها العجينة ويانا صار تمام في حال كانت تلزق وياكم زيادة عن اللزوم يعني أكثر من اللي شفتوا تقدرون ترشولها كمية بسيطة من الطحين وتعجنوها إلى أن توصلون للقوام المطلوب في حال كانت لأ قوية شوية تقدرون ترشولها شوية من الحليب الدافي وترجعون تعجنوها إلى أن توصلون للقوام المطلوب يعني بكل الحالات تتصلحوا وياكم بعد أن كملت العجين خليتها في وعاء وغلفتها ودفيتها وتركتها ترتاح لمدة 45 دقيقة حتى تتخمر ويانا بعدين لميت العجينة بهي شكل هذا وعلى سطح نظيف بديت أفتحها شوية وأثنيها على نفسها بهي شكل هذا اللي ده شوفوا هس رح نرجع نسويها بشكل رولة ونقسم العجين مالتنا حسب كبرى الصمونة اللي أنتو يعني تفضلوا أنا صارت وياي أربع صمونات كبار تقدرون يعني تقسموها إلى صمونات أصغر فصروا إياكم ستة حسب القياس اللي أنتو تحبوا رح نأخذ هسة قسم من العجين ونفتحها شوية بهي الشكل هذا ثم نبدأ نطوي العجينة على نفسها حتى نسوي شنقا مع العجين مرتبة وحلوة هنسوي واحدة ثانية حتى تكون إن شاء الله واضحة طريقة أمامكم وبسيطة طبعا تقدرون إذا حبيتوا السمون الصمون أو الخبز بشكل طولاني يعني مو دوائر أيضا هذا الخيار متاح أو إذا حبيتوا سمون بهي الشكل هذا يعني خبز بشكل دائري فهذا يبقى حسب رغبتكم كملت تقسيم العجين وصار ويانا بهي الشكل هذا وخليته في قالب والقالب خليت به ورق زبدة إذا ما متوفر عدكم ورق زبدة تقدرون تمسحون القالب بشوية من الزيت ضغطت ضغطة بسيطة على العجين مالتنا ورح أغطي وأتركه يرتاح ما لا يقل عن نصف ساعة حتى الخبز مالتنا يضاعف حجمه شوفوا يعني شون صار بسم الله ما شاء الله هسه رح أمسح وجه الصمون أو وجه الخبز فقط بالحليب استخدمت آني الحليب السائل إذا ما متوفر عدكم وحبيتوا تستخدمون الباودر فنصف كوب مي مع ملعقة طعام من الحليب الباودر تخلطوها وثم تطلون بها سطوح الصمون أو الخبز رح أضيف هسه رشة بسيطة من السمسم حتى ينطيل للخبز مالتنا شكل وطعم طيب صار القالب مالتنا جاهز أنه يدخل إلى فرن محمي مسبقا على درجة حرارة 180 رح نشوي أول شي من الأسفل أول ما يتحمر عدنا أسفل الخبز أو أسفل الصمون ننطفي الشوايا السفلية ونفتح الشوايا العلوية دقيقتين ثلاثة بسرعة رح يتحمر ويانا فضروري اتراقبون الفرن مالتكم وهذا هي شكل الخبز مالتنا أو الصمون بعد أن طلعتها من الفرن بسم الله ما شاء الله طبعا ريحتها تخبل مكانكم خالي رس رح أجيب نصف ملعقة طعام من الزيت وأمسح بيها سطوح الصمون أو الخبز وهي بعدها حارة بهي شكل هذا اللي ده شوفوا مسحة خفيفة فقط تحبون بالزيت أو بالزبت حسب رغبتكم أهم شي إنه هذه الخطوة نسويها أول ما نطلع القالب من الفرن حتى يبقى عدنا سطح الصمونة أو الخبزاية مالتنا طرية وبنفس الوقت بيها لمعا ولا تخافون هذا الزيت كله رح يمتصى الصمون ومن نجنا كلها ما رح نحس به رح أترك هسا الخبز إلى أن يبرد وبعدين أشوفكم شكله من الداخل حنشوف هسا الصمونة مالتنا بسم الله ما شاء الله لاحظوا من الأسفل اللون مالتها من توصلوا إياكم لهاي المرحلة اطفون الشوايا السفلية وتفتحون الشوايا العلوية إلى أن يتحمروا إياكم طبعا مدة الشوي تختلف من فرن إلى آخر حسب درجة حرارة فرنكم لكن درجة الحرارة لازم تكون 180 التزموا بي النصائح اللي قدت لكم إياها وإن شاء الله رح تحصلون على صمون هش وطري ومدنفش مثل ما ده شوفوا وينا رضاكم هذا كل ما كان عندنا اليوم يا ربي يكون الفيديو عجبكم إذا حبيتوا لا تنسوا تخلوا لي لايك وتشاركوا بين الأصدقاء أشكر دائما متابعتكم وإلى اللقاء